حياكم الله مشاهدين على جميع منصات قناة التغيير الفضائي نتواجد حاليا في مكان الحادثة التي قتلت فيها البلوغر التي تسمى بأم فهد هنا في منطقة زيونة ببغداد وبالتحديد خلف معمل الغاز كما تشاهدين الحادثة من خلفي حدثت قبل قليل هنا تم إقدام شخص يستقل دراجة شخص مجهول قام بإطلاق الرصاص على أم فهد وقتلت على الفور القوات الأمنية متواجدة الآن ومنتشرة وأيضا الأهالي كما تشاهدون من حولهم يتجمعون هناك نوع من الخوف من القلق عند الأهالي خصوصا ونحن نتحدث عن حادثة هي ليست بالبسيطة خصوصا في ظل هذا الوضع الأمني حاليا سلام عليكم شنو اللي صار؟ شنو اللي سمعتون؟ سمعتنا بس طلقت وطلعنا ولكن من يعرف شنو اللي صار ومناعرف طلعتم فهد توفت؟ مقتولة؟ نعم سمعتنا يعني جينا بسبوعنا بس يجي ولكن من يعرف شنو اللي صار ما تشعرنا تكون حوادث أمنية بالمنطقة قبل؟ نعم لا لا ماك ما صار أول مرة صار زيان تريدون يفترض يكون أكون تطويق أمني أكثر من المنطقة؟ ياريت كان يتصح بوق هناك الكثير من الناس نحن نعرف عليها لقد نتعرف عن الصورة ولكن لا نعرف 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 لكن فأنا هل يوجد خوف؟ نعم نخاف نبع عنه النعم نعم مشاهدين كما تشاهدون هذه الصورة هذه أراء الناس أيضا كما تشاهدون الانتشار الكثيف للقوات الأمنية وأيضا بقية الأجهزة الأمنية المتخصصة التي تحاول رفع البصمات من قبل الأدلة الجنائية هذا هو بيت الأم غفران أم فهد كما تسمى وهي غفران مهدي التي قتلت قبل قليل هنا في بغداد بغاية الآن لا حد يعرف السبب الذي دفع هذا الشخص إلى قتل أم فهد سنبقى معكم من أجل الوصول إلى التفاصيل الأخرى ونكون معكم في كل مسجد